أهلا بكم مشاهدين الكرام في تغطيتنا المتواصلة للانتخابات التركية حيث فتحت منذ قليل لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين داخل البلاد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوان مرشح تحالف الشعب وكمالك لجدار أولو مرشح تحالف الأمة المعارض مشاهدين طبعا نحن في هذه التغطية سيكون معنا الزملاء رقية شلك وعبد العزيز مجاهد وعمر دياب من اسطنبول يرصدون لنا آخر تطورات الأوضاع في تركيا والمشهد الانتخابي مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أهلا بكم جميعا وأيضا سيكون معنا في هذه التغطية الممتدة لحين ظهور النتائج الصحفيون أحمد تيكينار من ولاية إزمير في غربي تركيا ومحمد أبو حلقة أيضا من قونيا وسط الأناضول وأيضا سيكون معنا من علاء اليوسف من ولاية سقاريا الناشط محمد علي الأحمد ومن ولاية تربزون على البحر الأسود في شمال البلاد ينضم إلينا الناشط محمد الفطيمي أيضا أهلا بكم جميعا وهنا في الاستوديو مشاهدين سيكون معنا الزميل المنتج محمد القاضي والدكتور علي باكير المتخصص في الشأن التركي أهلا بكم إذن مشاهدين تتابعون مسجدات الاقتراع في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية لحظة بلحظة على موقع الجزيرة مباشر عبر مسح الكود الذي سيظهر تباعا على الشاشة نبدأ مشاهدين من إسطنبول والزميلة رقية التي ترصد الأجواء مع انطلاق جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية إليك رقية كيف هي الأجواء الانتخابية منذ صباح شكرا لك سما نحن هنا منذ الساعة السابعة والنصف صباحا وكثافة الإقبال هي نفس الكثافة في الجولة الأولى المواطنين الأطراق يقبلون لكي يشاركوا في الجولة الثانية ما رصدناه منذ الصباح إقبال مكثف لكبار السن تحديدا للمشاركة في هذه العملية الانتخابية الجديدة وسائل الإعلام التركية تتحدث منذ الصباح على قواعد وإرشادات خاصة بالانتخاب وذلك لأن هناك كانت أصوات كثيرة غير جارية وأصوات تم إبطالها بسبب بعض المشاكل التي حدثت في المرة الماضية تتحدث وسائل الإعلام التركية على أنه يجب الالتزام بقواعد التصويت وعدم كتابة أي كلمات أو حروف على ورقة الاقتراع كذلك طالبت بعدم كتابة أي شعار خاص بأحزاب على هذه الورقة عندما يدخل الناخب إلى اللجنة فأنه سوف يتم إعطائه ورقة عليها الرئيس رجل طيب أردوغان رقم واحد وكمالك الاشدار أولو رقم اثنين مع ختمة يجب على الناخب أن يختم في المكان المخصص له بالختم الذي معه ثم بعد ذلك يخرج ويوقع على هذه الورقة رهان الرئيس رجل طيب أردوغان وكمالك الاشدار أولو على الشباب أولا وعلى الأشخاص الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى وبلغ عددهم حوالي تسعة ملايين شخص هذا هو الرهان الآن لكن الجديد في هذه الجولة أن هناك خمسين ألف صوت جديد في هذه الجولة خاصة من أهم من الشباب الذين بلغت أعمرهم ثمانية عشر عام خلال هذه الفترة ويحق لهم التصويت الآن نحن الآن سوف نتابع لحظة بلحظة التطورات في هذا اليوم وأعود إليك سما شكرا لك رقية طبعا سنعود لك خلال هذا أنهار وخلال هذه التغطية عدة مرات أما مشاهدين الآن فلازلنا في إسطنبول ولكن مع الزميل عبد العزيز مجاهد الذي يرصد لنا بدء توافد الناخبين على لجان الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إليك عبد العزيز كيف هي الأجواء لديك الأجواء مزداحمة هنا أمام هذه اللجنة سما الغالبية من كانوا ينتظرون أمام الصناديق بانتظار أن تفتح هذه الصناديق انتهوا بالفعل من أعطاء أصواتهم وخرجوا من هذه اللجنة هذه اللجنة التي كنا فيها أمام في الجولة الأولى من الانتخابات يبدو الزحام فيها أكثر مما كان عليه خلال الجولة الأولى من الانتخابات كثير من المواطنين لم ينتظروا حتى تأتي الساعة الثامنة ويتوافدوا إلى هنا بل قدموا إلى هنا قبل فتح اللجان وانتظروا حتى سمح لهم بالتصويت يدخل المواطنين الأتراك إلى الصناديق يجيبون على سؤال واحد من هو رئيس تركيا القادم رجب طيب أردوغان أم كمالك الإجدار أغلو هذه المرة يستلمون ورقة واحدة ورقة الانتخابات الرئاسية عليها صورتان وبالتالي عملية التصويت لا تستغرق وقتا طويلا تنتهي عملية التصويت مما نلاحظه هنا في دقائق قليلة تنتهي عملية الاقتراع وعملية التصويت بدأ التصويت الآن وبعد ساعات ستغلق هذه الصناديق لتفتح ونعرف من هو الرئيس الثالث عشر لتركيا اليوم نحن أمام سيناريوهين لا ثالثة لهم إما أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الرئيس الثالث عشر لتركيا ولاية جديدة أو أن يكون كمالك الإجدار أغلو فرز الصناديق هذا اليوم سما لن يستغرق وقتا طويلا بعد ساعة ربما من إغلاق الصناديق ستبدأ مؤشرات التصويت في الظهور لكن المؤشر الأول الذي لمسنا خلال الدقائق الخمسة عشر الأولى من فتح الصناديق هو أن الإقبال هو هو الذي كان عليه في الجولة الأولى لم ينخفض الإقبال في المدارس وفي اللجان التي مررنا عليها خلال الدقائق الماضية إن صح هذا المؤشر فربما يكون هذا أحد المؤشرات في صالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان هناك تخوف من تراخ المواطنين عدم الذهاب إلى الصناديق والاتكال على نتائج الجولة الأولى لكن ما نشاهده في هذه اللجنة أن الإقبال متزايد والإقبال موجود كما كان عليه في الجولة الأولى وربما أكثر مما كان عليه في الجولة الأولى طبعا في كل اللجان الانتخابية رجال الأمن مسؤول الصناديق المشرفون كلهم واقفون أمام اللجان قبل فتح باب التصويت لكن لا يوجد زحام خارج اللجان الانتخابية لكن الناس كل شخص يعرف صندوقه والانتخابي الذي صوت فيه خلال الجولة الأولى وهو نفس الصندوق الذي سيصوت في هذه الجولة هذا ما سهل أيضا عملية الوصول إلى الصناديق ليست هناك تعقيدات إدارية كما كان في الجولة الأولى حيث كان هناك على عديد من المواطن لا يعرفون أين يذهبون وأين يصوتوا الآن لأننا في الجولة الثانية الوصول إلى اللجان الانتخابية أسهل الوصول إلى الصناديق أسهل وبالتالي نحن نتابع معك أمام هذه اللجنة توافد المواطنين على هذه اللجنة والإدلاب أصواتهم حتى تغلق الصناديق سماه. شكرا لك عبد العزيز. طبعا نحن سنتابع أيضا لحظة بلحظة. وكما قلت فلن كنا نخشى من أن يكون هناك قلة في الإقبال على الصناديق. لكن الحمد لله يبدو أن هناك إقبال جيد. إذن مشاهدين سنبقى في إسطنبول أيضا. لكن سنذهب إلى الزميل عمر دياب أيضا ليرصد لنا الأجواء في هذه الساعات الأولى للانتخابات. عمر كيف هي الأجواء أيضا لديك؟ أتمنى أن تكون أيضا مزدحمة كما هي عندها عبد العزيز وأيضا رقية. بالفعل أؤكد على ما أكد عليه الزميل عبد العزيز متجاهد. الإقبال كبير منذ الصباح الباكر. مررنا بعدة لجان انتخابية وجدنا الطوابير تشكلت فيها منذ السابعة صباحا بانتظار دورهم للإدلاب الأصوات. وما إن فتحت الصناديق حتى بدأت عملية الإدلاب بالأصوات في تمام الساعة الثامنة صباحا وهذه الطوابير انتهت سريعا نظرا لأن العملية التصويت هذه المرة هي أسرع بكثير مما كانت عليه في الجولة الأولى. نظرا لأن في الجولة الأولى كان يتم الاقتراع على الانتخابات البرلمانية وكانت ورقة الاقتراع على البرلمان هي متر تقريبا وكانت تأخذ عدة دقائق من كل ناخب حتى يختار الحزب. ثم يقوم بطي هذه الورقة ووضعها في المظروف الخاص بعملية الانتخاب. ولكن هذه المرة ورقة صغيرة يتم وضع اختيار إما كليجدار أغلق أو أردوغان ووضعها في المظروف ووضعها في الصندوق وهذه العملية تتم بشكل سريع للغاية حتى أن الطوابير التي كانت تشكلت قبل فتح السناديق انتهت سريعا ونرى أن من يدخل يخرج في عشرة دقائق على الأكثر من دخوله إلى مقر اللجان الانتخابية. هذه المنطقة التي نقف فيها هي منطقة غازي عثمان باشا. أحد معاقل حزب العدالة والتنمية. حصد فيها رئيس التركي رجل طيب أردوغان 55% من الأصوات في الجولة الأولى في مقابل 39% لكليجدار أغلق وحوالي 4.8% لصالح سنان أغلق. هذا الإقبال هو ما يراهن عليه رئيس التركي رجل طيب أردوغان وأكد عليه في كل تصريحاته في الأيام الماضية أن منافسه الحقيقي في هذه الانتخابات هو ما وصفه بتكاسل النخبين وليس كمال كليجدار أغلق وهذه المشاهد بالتأكيد صار للغاية لراجل طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية خاصة أننا في أحد المعاقل منطقة غازي عثمان باشا هي من معاقل حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول. وسننتقل بالتأكيد في جوالاتنا إلى مناطق أخرى. هي معاقل لحزب الشعب الجمهوري لنرى كيف هي الإقبال هناك. ولكن أود أن ننوه أن هذه اللجنة التي أقف فيها الآن هي التي سيصوت فيها وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بعد قليل سيأتي إلى هنا للإدلاء بصوته. والإدلاء أيضا بتصريحات صحفية عقب هذه العملية حول سير عملية الاقتراع في الساعة الأولى لها. وحتى الآن كل المؤشرات تقول أن عمليات الاقتراع تسير بشكل طبيعي وتتم الأمور بسلاسة شديدة. شكرا لك عمر. كنت معنا أيضا من إسطنبول. أما الآن سنذهب مشاهدنا إلى إزمير. وينضم إلينا من إزمير الصحفية التركي أحمد تيكينار ليرصد آخر تطورات العمليات الانتخابية. أحمد صباح الخير. هل أيضا هناك إقبال في إزمير كما هو الحال في إسطنبول؟ نعم. سماء صباح النور. بدأت أعمالية التصويت في انتخابات جولة الثانية لانتخابات جيسية قبل قليل. وفتحت مراكز الاقتراع بوابها في عموم تركيا. وبدأ المواطنون الأتراك الذي يحقق لهم التصويت بالقدم إلى هذه المراكز الاقتراع. ونحن نتواجد الآن في مدينة دمير. وهذه المدينة لها أهمية كبيرة في الانتخابات. وهي ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في تركيا. بعد إسطنبول والعاصمة أنقرة. وهنا في هذه المدينة يحق لنحو ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن المشاركة في هذه عملية التصويت. في جولة الثانية كانت نسبة المشاركة عالية جدا. وسجلت رقما قياسيا. شاركة أكثر من تصعين بالمئة من المصويتين في هذه العملية. طبعا هذه المدينة هي أيضا معقل لحزب الشعب الجمهوري. والنتائج هنا لم تتغير كمسيلا منذ عقود. حيث في جولة الأولى لانتخابات رئيسية. تمكن مرشح حزب أمة كمالك تشتروا من حصول إلى 36% من الأصوات. حيث رجب تاي باردوان مرشح تحالف الأمة. تحالف الشعب. تم كان من حصول إلى 31% من الأصوات. وسينان أغان مرشح تحالف الأجداد الذي أعلن قبل أيام قليلة دعمه لرجب تاي باردوان في جولة الثانية. هو حصل على نسبة 4.76% من الأصوات. أما محرم إنجا الذي كان نصحب قبل جولة الثانية. الأولى. قصل إلى 0.45% في جولة الأولى. نعم. شكرا لك أحمد. كنت معنا من إزمير. وأيضا ينضب إلينا من قونيا الصحفي محمد أبو حلقة. ليرصد لنا سير العملية الانتخابية هناك في قونيا. إليك محمد. كيف هي الأجواء لديك؟ هل هنا لك أيضا إقبال؟ طبعا كما تشاهدون خلفي. بدأ سوافد الناخدين الأتراك إلى هذه المنطقة وإلى هذه المدرسة تحديدا أن نستحمل اسم نياز أسطى. حيث من المفترض أن يأتي والي هذه المدينة ويجي بصوته هو والنائب في حزب العدالة والتنمية. نحن الآن في ولاية قونيا. قونيا التي كانت أغالبية أصواتها قد ذهبت إلى حزب العدالة والتنمية السيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حيث كانت نسبة الأصوات في الجولة الأولى في هذه الولاية هي 68.9 لرئيس التركي رجب طيب أردوغان. و23.9 لمرشح أو للسيد كماركي جدار أغلو في حزب الجهبية. هذا بالنسبة للجولة الأولى. بالنسبة للجولة الثانية تشهد مدينة ترطونيا في ساعات الصباح الأولى توافد خبير للناخلين الأفراك. كل من حسب بيته وحسب مكان الأززائي في صوته. بالنسبة لهذه المنطقة هذا ما لديه في الوقت الحالي. وأعود إليك. شكرا لك محمد. كنت معنا من قنية. وسنعود لك طبعا خلال هذه التغطية. أما الآن متشاهدين نذهب إلى سقاريا. والناشط محمد علي الأحمد يرصد أيضا لنا آخر تطورات العملية الانتخابية. محمد كيف هي الأجواء في سقاريا؟ نعم. سماء افتتحت مراكز الاقتراع عبابها أمام الناخبين الأفراكلي الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية. لكن الإقبال ليس كما هو في زمير أو إسطنبول. بدأت في عموم تركيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. بعد أسبوعين مرت بطيئا كما يصفها الأتراك هنا. حيث أن الشعب التركي لم يتعود على الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية. خاصة مع الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية. ويتنافس في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية الرئيس الحالي رجل طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليستار أمو. وفي أعقاب جولة أولى شهدت منافسة محتدمة بدأت الجولة الإعادة لانتخابات هي الجولة الثانية وهي الأولى من نوعها في تركيا. حيث حصل في ساكاريا الرئيس التركي رجل طيب أردوغان على نسبة 64% من الأصوات في مدينة ساكاريا مقابل 27% لمنافسه كمال كليستار أولو و5.2% ليسينان. أما عن الانتخابات في 2018 فقد حصل الرئيس التركي الحالي رجل طيب أردوغان في ولاية ساكاريا على نسبة 70% مقابل 25% لمحرم إنزا عام 2018. قبل قليل أتى وصوت رئيس مركز حزب العدالة والتنمية في ولاية ساكاريا والأقبال بدأ يتزاير شيئا فشيء لكنه خجول إلى الآن إليك سمع. شكرا لك محمد كنت معنا من ساكاريا ومن ساكاريا مشاهدنا ننتقل إلى ترابزون والناشط محمد الفطيمي ليرصد أسير عملية انتخابية في ترابزون كيف هي العملية انتخابية في ترابزون محمد؟ بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرابع عشر من مايس كان الحاصل أكبر على النسبة الأكبر من الأصوات هو رجل طيب أردوغان بنسبة 52.42% من مجموعة الأصوات أما معارضيه الأول فقد حصل على 44.8% من أصوات أصوات الناخبين أما عن يليه سنان أغان فقد حصل على 5.17% من أصوات الناخبين وها نحن اليوم في الجولة التاريخية التي تمرو تركيا بتاريخها للمرة الأولى في جولة الإعادة حيث انحصلت المنافسة بين مرشحين اثنين هما رجل طيب أردوغان وكما كالشتار أغلو هنا في مدينة ترابزون وبعد إطلاق أكثر من 600 ألف مواطن بأصواتهم في الجولة الماضية حصل أيضا أردوغان على النسبة الأكبر وهي 65.32% أما كالشتار أغلو فقد حصل على 28.33% من الأصوات يجل بذكر أن سنان أغان قد صرح قبل أيام دعمه لمرشح الحزب الحاكم رجل طيب أردوغان ولا بد من التفكير بأنه حصل عن المدينة 5.8% من الأصوات فهل ستذهب هذه الأصوات أم جلها أم سيختلف الأصوات عن هذا المرشح بالنسبة للإقبال الإقبال بدأ ضعيفا إلى الآن ولكن ربما سوف يزداد مع الوقت إليك سمع شكرا لك محمد كنت معنا من طرابزون شكرا لكل المرسلين الذين يوافون بالتفاصيل كل تفاصيل الإقبال على الانتخابات اليوم في هذا اليوم الكبير للإعادة في انتخابات تركية أما الآن أعود لضيوفي في الاستوديو معنا طبعا الدكتور علي باكير المتخصص في الشأن التركي كما تابعنا هناك إقبال يعني جيد وملفت إن كان في اسطنبول وأنقرة وبعض المدن لكن طرابزون يبدو أنها أقل كيف ترى هذا الإقبال في الإعادة؟ علما الكثير كان يتوقعون أن لا يكون هناك إقبال حقيقي كما المرة الأولى صحيح طبعا كان هناك تحدي بالنسبة لكل المرشحين في حشد الناخبين للذهاب إلى الجولة الثانية لأن هذا أيضا أمر غير معتاد في الانتخابات التركية عادة ما يتم الحسم في الجولة الأولى أنصار الرئيس أردغان البعض كان يعتقد أن هناك انتصار سهل ولذلك ليس هناك حاجة للإقبال الكثيف في المقابل أيضا أنصار كليشتار أولو كانوا يعتقدون أنه ليس بإمكانه أن يؤدي أفضل مما أدى عليه في الجولة الأولى وبالتالي الموضوع كان قد حسم ولذلك كل الطرفين حشدها خاصة في اليومين الأخيرين باتجاه دفع الناخبين لتوجه إلى صندوق الاقتراع أعتقد في المدن الكبرى ربما نشهد نسبة مرتفعة لكن علينا أن ننتظر أمس الرئيس أردغان كان قد حث ناخبي للذهاب إلى الصندوق في الساعات الأولى من التصويت أعتقد حتى يشجع هذا الآخرين على عدم التقاعص وذهاب باكرا إلى الصندوق سنحتاج إلى بعض الوقت لنرى كيف سيكون الأمر عليه مقارنة بالجولة الأولى علما أن جولة الأولى كان هناك نسبة تصويت عالية جدا حوالي 87% والمفاجأة أيضا كانت أن التصويت في الخارج للجولة الثانية كان أعلى أيضا من الجولة الأولى وحقق نسبة تاريخية وذهب حوالي مليونين صوت تركي في الخارج لصندوق الاقتراع هذا كان أمر لافت لأن البعض كان يعتقد أن هناك ربما سيكون تدني في النسبة لكن على العكس كان هناك نسبة متفعة خصوصا فعلا كما ذكرت موضوع السناديق الخارجية كان الأقبال أقل البعض يعتقدون أن منهم في الخارج منفصلون لحد كبير عن الوقاعة التركية ولا يهتمون كثيرا لهذه الانتخابات لكن الآن في جولة الأعادة يبدو أن هناك اهتمام أكبر من هؤلاء الموجودون في الخارج طبعا هناك انطباع أيضا بأن النسبة الزائدة في الخارج ربما تكون لكل شتر أولو سنرى إذا كان هذا الانطباع صحيحا أو لا في نهاية الجولة الثانية من الانتخابات هناك أيضا انطباع في الداخل التركي أن هناك شريحة من أنصار الرئيس أردغان لم تذهب إلى السناديق في بعض المدن وكانت متقاعسة خاصة مثلا في العاصمة أنقرة سنرى إذا لم تكن هذا الانطباع صحيحا الانطباع أن أصوات الخارج تذهب لكل شتر مبنية على نتائج الجولة الأولى لا الأصوات الخارج تذهب للرئيس أردغان لكن النسبة الزائدة في الجولة الثانية ربما يكون عدد كبير منها لكل شتر هذا انطباع طبعا وليس تحليل سنرى النتائج نعم لكن بالنسبة للجولة الأولى كيف كان عدد المتخبين في الخارج بالنسبة لأردغان كان الأغلبية العموة في الخارج كانت لها في الخارج الرئيس أردغان له أفضلية في الحصول على الأصوات وذهب في الجو الأولى حوالي مليون وثمانمائة ألف صوتوا في الصناديق وكان هناك نسبة عالية للرئيس أردوغان في بلدان عربية خاصة في المشرق العربي وشمال أفريقيا ولبنان حظي بالمرتبة الأولى في نسبة التصويت من إجبال الناخبين الأتراك الموجودين في الخارج أعتقد حوالي 92% وهذه النسبة كانت متفعة جدا ثم الأردن جاء في المرتبة الثانية ومصر المرتبة الثالثة بالنسبة إلى الرئيس أردوغان وكان هناك أعتقد إسبانيا والبرتغال وربما دولة أخرى من النسبة العالية في التصويت للمرشح كما تشترك وسنرى إذا كان هناك تغيير في هذه الحسابات لكن الأسبوعين الأخيرين شهداء الكثير من الأحداث كنا لا نتوقع أبدا أن يحصل أصلا إعادة وجولة أخرى لكن حصلت وفي هذه الأسبوعين حصل الكثير من الأحداث كيف تجمل للمشاهدين الآن أهم وأبرز محطات هذين الأسبوعين طبعا الرئيس أردوغان كان قريب جدا من الفوز 0.5 كانت كافية حتى ينهي السباق من الجولة الأولى لكن الآن انتقلنا إلى جولة ثانية وبالتالي تغيرت أيضا تكتيكات المرشحين في مقاربة أو في الخطاب الناخبين أبرز ما يمكن ملاحظته هو التحول الذي حصل في حملة كمالكي لشتار أغلو والتركيز على موضوع اللاجئين بشكل حقيقة يعني عنصري وكان هناك تحريض على الأجانب وكان هناك خطاب يعني غير معتد حتى بالنسبة للقوميين المتطرفين يعني في تركيا هذا الأمر كان البعض يعتقد أنه كان سيء جدا وربما ينعكس بشكل سلبي طبعا في الحسابات الانتخابية كما كمالكي لشتار أغلو كان يعتقد أن هناك حاجة للحصول على أصوات القوميين بالإضافة إلى أصوات الذين دعموه في الجولة الأولى وأن الأمر الوحيد للحصول على هذه الأصوات هو اتباع هذه الحملة في المقابل أيضا كان لدينا الرئيس أردوغان هو حاول أن يظهر الثقة بالنفس وأيضا كان طبعا حملته كانت أهدأ بكثير وكان هناك خطاب عقلاني محاولة أيضا لفت نظر الناخبين إلى عدم التقاعص وقال أنه خصمنا ليس كمالكي شتار أغلو وإنما التقاعص وبالتالي علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع طبعا هذا لأنه أقرب إلى الفوز مقارنة بالجولة الأولى ذلك كانت طبيعة الحملة أيضا انضمام سنان أغلو إلى الرئيس أردوغان كان عاملا إيجابيا بالرغم من أن الأصوات ليست كبيرة لكن كل صوت قومي لا يذهب إلى كمالكي شتار أغلو ويفيد الرئيس أردوغان بطبيعة الحال أيضا من الأمور التي كانت لافتة توصل إلى اتفاق بين مرشح كمالكي شتار أغلو وأميت أصداغ المعروف بعنصريته ويعني توجهه العنصري تجاه الأجانب وأيضا التوجه القومي الذي يتناقض مع حلفاء كمالكي شتار أغلو لا سيمة حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي هذه كانت أبرز العامل ربما أجمل ثلاثة عوامل أنا أعتقد اللاجئين وورقة اللاجئين وكذلك الحماس الناخبين والنقطة الثالثة أضيف أن هناك طبعا أصوات الذين يصوتوا لأول مرة في الجولة الثانية وعددهم حوالي خمسين ألف دخلوا الآن بسبب تجاوز نظرك اللعب على ورقة اللاجئين هل ستصبح فعلا لصالح كل إجدار بشكل كبير بالنظر إلى تحالف الأجداد والنتائج التي حظية بها رئيس تحالف الأجداد المتزعم بهذا طبعا بغض النظر عن رأيي لكن حملة كمالكي لشتار أولو تعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد للحصول على أصوات القوميين وبالتالي يجب أن يكون هناك هذا النوع من هذا الخطاب لكن في نهاية المطاف هذه الأصوات ليست كبيرة يعني هو المرشح كمالكي لشتار أولو يأمل بالحصول على أصوات القوميين بالإضافة أصوات التي حصل عليها ولا يعني كسب هذه الأصوات لكن هل ستؤثر فعلا بفرق كبير إذا كان هناك تراجع في حملة الرئيس أردوغان وتقاعص ربما هذه تشكل مفاجأة لكن إذا بقيت الأمور على حالها من الصعب جدا أن يحطى بالنصر إذن سما يبدو من الأفضل أن نعود إلى تركيا مرة أخرى وإلى حضبة الأناضول هذه الحضبة الحاسمة بالتأكيد نتابع هذا التقرير إذن مشاهدين نتعرف في هذا التقرير التالي عن هضبة الأناضول التركية نتابعه سويا وثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن تابعنا هذا التقرير عن هضبة الأناضول وأعود أيضا لزميلي محمد القادي المنتج في الاستوديو وأيضا دكتور علي باكير المتخصص في الشأن التركي معنا هنا في الاستوديو إذن تابعنا هذا التقرير عن هضبة الأناضول وهي جزء مهم في تركيا برأيك هل سيكون هناك أي تغيير اليوم في إجمال التصويت إن كان في تركيا وإن كان في الأناضول نتحدث عن هذه الولاية تحديدا أم سيكون هناك نوع من التكرار البعض يتحدث عن أصوات متغيرة وقد تغير كل تجاه تجاه هذه الانتخابات طبعا تقليديا قلب تركيا موالي للرئيس أردوان وحزب العدالة والتمية وهذه النتائج لم تتغير بغض النظر عن النسب التي ذهبت إلى كل المرشحين لكن يعتقد أن هذه الجولة ربما يكون هناك تغيير في أنقر لأن أنقر خرجت عن هذا الخط في الجولة الأولى والأصوات ذهبت لصالح كمانك لشتر أغلب بفارق حوالي 1.3% وبالتالي ربما يعتقد أنه ذهاب أو زخم أكبر من قبل ناخبي الرئيس أردوان قد تعيد أنقر إلى حزب العدالة والتمية وإلى الرئيس أردوان أيضا في الأطراف كان هناك لافت طبعا موضوع إسطنبول أيضا ربما يحصل عليه صراع لكن بالمجمل القلب هو تابع للرئيس ولأنقر سنرى الآن كيف سيكون هناك تصويت أعتقد أنه سيكون هناك تغيير ربما في مناطق أيضا ضحايا الزلزال ليس يعني انقلاف النتيجة وإنما ربما نسبة أعلى لصالح الرئيس أردوان بسبب طبعا السياسة التي اتبع المرشح وحملة مرشح كمانك اشتر أغلو حيث عمدوا إلى إيهانة المواطنين هناك بسبب رأيهم في التصويت لصالح أردوان عندما حصلت حديثة الطرد الطرد اللاجئي من ناطق التي نعم وأيضا أمور أخرى كانت تظهر على السوشيال ميديا على التلفاز يعني هم قللوا من قدرات الناخب هناك على فهم العملية وأيضا قاموا باحتقار حقيقة والنظر إلى هؤلاء بنظرة دونية وأعتقد أن هذا سيرتد بشكل سلبي لناحية التصويت لكن سنرى في نهاية المطاف لكن إجمالا أيضا هناك الكثير من متضرري الزلزال أيضا لم يصوتوا أصلا إن كان في مناطقهم أو في المناطق التي لجأوا إليها حتى لو كان هناك ردة فعل تجاه كمال فقد لا تكون واضحة فعلا في السناديق أيضا كمال استطاع كما ذكرنا قبل قليل أن يجذب الكثير من الأصوات أو لنتحدث عن بعضها بحيث قد يخل بهذا الميزان ميزان التصويت اليوم هو في مناطق الزلزال يعني هتاي ذهبت إلى كمالكي يشتر أغلو والباقي ذهب إلى الرئيس أردوغان لكن أنا أتكلم عن الفرق في النسب ربما يكون الفرق في النسب هذه المرة أعلى لصالح الرئيس أردوغان بسبب ردة الفعل على الإيهانات التي تعرض لها ضحايا الزلزال لكن كما ذكرت رغم أن في هتاي كان هناك إقامة للمشفى التي وعد فيها الرئيس أردوغان أن تقام بشكل سريع وفعلا قامت ورغم ذلك صوتوا لكمالكي يشتر أغلو هو كانت رسالة أيضا للناخبين بمعنى أن نحن لا نعاقبكم على خياركم الحر في اختيار الرئيس أو اختيار كمالكي يشتر أغلو ونحن نعمل ما علينا وهذا المستشفى الذي تم بناءه بوقت قياسي شهرين حقيقة في مدينة مثل هتاي كان أمر جدا مهم بالنسبة إلى الناس لكن سنرى إذا لم كان هناك تحول في وجهة النظر بالنسبة لموضوع سنان أغلو سنان في النهاية قرر ضم صوته لأردوغان لكن هل فعلا ناخبي سنان هل فعلا سيتأثرون في ذلك ويذهبون إلى أردوغان أم أن ذلك لن يؤثر على تصويتهم وقد يذهبون إلى كمال لا يمكن أن نعرف بالضبط كم عدد الذين سيتأثرون وكم عدد الذين سيقررون عدم التصويت لكن باعتقادي الخاص أنه إذا لم تم تخيير القومي الحقيقي بين كمالك الاشتار أغلو والرئيس رجل طيب أردوغان فسيختار بالتأكيد رجل طيب أردوغان لكن هل سيذهب هؤلاء فعلا كلهم إلى التصويت هذه المرة هذا أمر لا يمكن أن نعرفه ثانيا هل سيؤثر على الميزان فيما يتعلق بحسابات الرئيس أردوغان أنا لا أعتقد ذلك لأن العدد كان صغير في الجولة الأولى وكان كمالك الاشتار أغلو يحتاج إلى كل هذا العدد يعني حوالي 5 مليون صوت أو 2 مليون صوت عفوا 2 مليون صوت كمالك الاشتار أغلو يحتاج إلى كل هذه الأصوات بينما الرئيس أردوغان يحتاج إلى جزء بسيط منها وبالتالي حضوظه أعلى في كسب القوميين من كمالك الاشتار أغلو لكن سنرى أيضا كيف أثر انضمام أميتي أصداغ إلى حملة كليشتار أغلو فيما يتعلق بأصوات القوميين هذا أيضا سيكون من المثل الاهتمام متابعة كيف كانت ردة الفاعل كيف أثر انضمام سنان وكيف أثر انضمام ميسا للتحديد هل هناك كان تقاسم بين سنان وأميتي في هذه الحالة يعني أنا أذهب إلى أردوغان وأنت تذهب إلى سنان إلى كمال في حال حصل هذا أو حصل هذا يكون أحدنا معهم يعني البعض تحدث بالفعل عن هذا السنان بأنه تم بناء على ترتيبات مسبقة لكن أنا شخصيا لا أعتقد هذا أعتقد أن أميتي أصداغ تأخذ قراره الخاص وطبعا تحالف الأجداد تفكى كذا أيضا عامل إضافة في إضعاف الصوت القومي الذي كان يذهب إلى تحالف الأجداد كمال كيلشتر أولو بحاجة إلى كل هذه الأصوات التي ذهبت في الجولة الأولى إلى سنان أوهان بينما الرئيس أردوغان بحاجة إلى عدد بسيط نعم طيب محمد سما بإمكاننا أن ننتقل أيضا إلى تقرير آخر عن مدينة إزمير هذه المرة نذهب إلى إزمير إذن مشاهدين نذهب إلى هذا التقرير المعلوماتي عن مدينة إزمير نتابعه سوية ثم نعود لمتابعة حديثنا هنا في الاستوديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن مشاهدين تابعنا هذا التقرير المعلوماتي عن مدينة إزمير وأعود لضيفي في الاستوديو السيد علي باكير الدكتور علي باكير المتخصص بالشأن التركي سيد علي تابعنا إزمير إزمير إلى أين ستذهب هذه المرة كما كانت تذهب كالعادة هذا لن يغير المواقع الاعتقابي حقيقة كانت النسبة عالية لكمانكلشتر أولو وليس هناك مفاجآت في هذا الجانب نعم حوالي 62 أو 63% لصالح كامانكلشتر أولو وأكثر من الثلث بقليل لصالح الرئيس أردوغان لكن مع هذا خلال السنوات القليلة الماضية حزب العدارة والتنمية والرئيس أردوغان تقدموا في داخل إزمير أن تحصل أيضا على 32 أو 33% أمر مهم جدا في معقل أو قلب المدينة التي تنصف بأنها دائما مع جيه بي أو مع المعارضة التركية قلب العلمانية وبالتالي هناك تقدم بطيء لكن مستمر خلال السنوات الماضية أيضا أنا أريد أن أذكر أنه في قلب الأنضول تحدثنا قبل قليل في الغالب كانت تذهب إلى دائما كانت تذهب إلى الرئيس أردوغان وحزب العدارة والتنمية لكن أيضا كان هناك سنثناء مدينة إسكيشيهير أيضا يوجد فيها تيار علماني قوي وهي أيضا صوتت لصالح كمال كليشتر أغلو لم يكن الفرق كبير جدا لكن سنرى كيف ستكون سنرى كمال كليشتر أغلو أو أردوان في الجولة الثانية من الدعاء الانتخابية لم نشاهد مهرجانات كبيرة بالذات في إسطنبول وإنما مهرجانات صغيرة ورسائل تلفونات وتغريدات على تويتر صحيح صحيح طبعا كان هناك اختلاف في الستايل في الأسلوب المبالغ فيها الحقيقة أن هذا حصل جدل حول هذه الرسائل لأن الحكومة منعت الرسائل التي أرسلها كمال كليشتر أغلو لأنها هنا البعض لا يعرف الخلفية أعتبر أن هذا تعتيم عليه لا هذا كان فيه مخالفة للقانون لأن هناك قانون سابق أعتقد في شهر ثلاثة الماضي يمنع استخدام الجوال لأغراض البروبغاندا أو الدعاية لكن بإمكان القول مثلا أنه لدي مقابلة على المكان الفلاني الرجاء متابعتي سأقول الوعود التي سأعطيها للناخبين لكن لا يمكن أن تتصرف ببروبغاندا مباشرة من خلال هذا الإسراف في هذه الوعود هل سينعكس بالفعل إجابة على كمال كليشتر أغلو طبعا هناك انطباع لدى الناخب حتى المؤيد لكمال كليشتر أغلو بأنه لن يكون قادر على تنفيذ هذه الوعود لأنه في نهاية المطاف وعود متناقضة ولا يمكن في حقيقة الأمر التعامل معها كلها يجب أن تحصل هناك مساومة وهذا معناه أن هناك فريق سيخسر في نهاية المطاف لذلك الثقة بالوعود التي قدمها كليشتر أغلو كانت ضعيفة عند شريحة من الناس وقد يؤثر هذا على التصويت هناك أيضا شريحة تعتقد أنه لا فائدة من الذهاب إلى الصندوق في الجولة الأخرى لأنه كان قد أدى أداءه الأساسي والرئيسي في الجولة الأولى ومن الصعب جدا أن يحصل على أعلى هذا الحماس الذي يراهن عليه ربما أكثر أردوغان كون كليشتر أغلو دعا بعض الناخبين إلى عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع مؤشر هذا الحماس الآن الذي يظهر على الشاشة هل هو مؤشر جيد؟ مؤشر يبنى عليه خلال سال؟ يعني حسب المدر الرئيسية كما استمعنا في الصباح كان هناك إقبال جيد لكن علينا أن ننتظر لنرى أيضا كيف تصرفت باقي الناخبين في باقي المدن أيضا كمالك الإجدار أولو في خلال هذين الأسبوعين الأخيرين وجدنا أن هناك حدة في صوته وفي خطابه للجماهير هناك تسريع أيضا بالتخلص من اللاجئين كما تحدث عنه كان يتحدث عن سنتين أصبح يتحدث عن سنة واحدة أصبح أيضا أكثر شراسة ووعودا متطرفة كيف ترى هذا الخطاب الذي وجهه أجدار؟ يعني هذا كان موجه إلى شريحة معينة من الناخبين الأتراك وهي الشريحة يمين المتطرف اليميني وليس اليميني حتى لكن هل فعلا سيستقطبهم في هذا الخطاب بهذه الطريقة؟ أعتقد أنه سيحصل على بعض الأصوات لكن أنا باعتقادي ليست أصوات كثيرة وليست كافية لكي تحسن المعركة لكن بالنسبة له هو كمرشح لا خيار آخر أمامه عليه أن يحصل على ما حصل عليه في الجولة الأولى زائد المزيد من أصوات القوميين الذين يعتقد أنهم لم يصوتوا بالطريقة التي كانوا يتوقعون خاصة من خلال الحزب الجيد أو ميرال أكشنار أيضا هذا الأسلوب أدى إلى ردة فعل داخل معسكر تحالف المعارضة سمعنا أيضا أحمد داود أولو يعني يرفض مثل هذه وتحالف المعارضة على وشك يبدو أنه ينهار بناء العتصريحة الموجودة هو فعليا نعم ردود الفعل هذه هل هي كانت مدروسة أم أنها ردود فعل غاضبة فقط من قبل كلشدار والوعودة يعني هو في الحقيقة عندما اتخذ هذا القرار بالذهاب في حملة الكراهية بعيدا أثر أيضا على حلفائه لأن حلفاء لديهم توجهات مختلفة يعني هم ليسوا منسجمين أيديولوجيا أو سياسيا وبالتالي التحالف كان ضعيف وهاش يعني قبل أن يتخذ هذه الحملة مع هذه الحملة الآن أصبحت الأمور يعني أكثر سلبية بالنسبة إلى حلفاء كما تشتري أغلو لا يسيما الوسط اليمين ذو الصبغة الإسلامية لنقول الليبرالي الإسلامي أو النخبوي الإسلامي إذن السماء كما كنا في أزمير معقل العلمانية ننتقل إلى بورصة العاصمة العثمانيين نعم إذن نذهب مشاهدين إلى هذا التقرير المعلوماتي عن مدينة بورصة العاصمة الأولى للعثمانيين وبوابة الأنادول للغرب والمركز البارز أيضا في الصناعة والتجارة والمقصد السياحي المهم نتابعه ثم نعود ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين تابعنا هذا التقرير عن بورصة والآن أعود أيضا للزميل المنتج محمد القاضي والدكتور علي باكير المتخصص في الشأن التركي أهلا بكم من جديد إذن كان هذا التقرير عن بورصة برأيك بورصة إلى أين؟ أعتقد النتيجة واضحة لا تتغير هي ذهبت إلى الرئيس أردوان في الجولة نعم أعتقد بفارق أكثر من 10% هذا فرق كبير ليس بالإمكان نعم إذن هي مستقرة لحد ما لن يخشى عليها من الأصوات المتأرجحة هذا ما أقصده في تاريخ الانتخابات التركية دائما بورصة بورصة عادة هي في الموقع الذي هي فيه الآن في الغالب أيضا المدن الكبرى إذا كان هناك تأثير فربما يعتقد أن تأثير سيأتي من المناطق التي صوتت بفارق قليل لصالح كما يشترونه وأن يحصل انقلاب فيها لصالح أردوان إذا ما كانت نسبة التصويت عالية أما العكس فهذا صعب جدا لأنه عادة الرئيسي عندما يتقدم يتقدم بفارق كبير عن كما يشترونه قبل قليل كناد حدث عن المعارضة وميرال أكشنار تحديدا ميرال أكشنار الآن تشعر بأنها محبطة وهي دائما تردد سأقول لكم أنني قلت ذلك دائما تلوم عليهم أن كمال لم يكن يبدو الشخص المناسب بالنسبة لها ما رأيك بكل ما تقوم به اليوم ميرال أكشنار؟ أنا أعتقد أنها هي الخاسر الأكبر من كل ما يجري حتى خسارة كمانكشترونه لا تؤهلها أن يكون الخاسر الأكبر لأن ميرال حقيقة هي بنت كثير من الأمال على أن تكون رئيسة بزراء في السيناريو الذي كان مفترضا مفق تصور المعارضة أن يحسموا الانتخابات من الجولة الأولى بفرق كبير وهذا الأمر لم يحصل وبالتالي ليس لديها أي بديل آخر الآن الأمر الثاني أن الحزب الجيد في حقيقة الأمر كان من المتوقع له أن يحصل على عدد كبير من الأصوات لكن بسبب النزاع الذي حصل قبيل الانتخابات مباشرة وانسحاب ميرال أكشنال من الطاولة السودسية ثم عودتها إلى الطاولة مرغمة ثم الخسارة في الجولة الأولى هذا خفض كثيرا من النسبة التي كانت المفترض عن الحزب الجيد أن يحصل عليها وبالتالي حتى هي خسرت في قاعدتها الشعبية فيما يتعلق بالحزب الجيد وربما بعد الجولة الثالية الآن ستحصل هناك تغييرات داخل الحزب ربما أيضا مصيرها كرئيسة للحزب قد يتعرض للخطر وبالتالي ستخسر كل شيء ويكون مستقبل التحالف بشكل عام أو أبرز الوجوه في هذا التحالف وأي تحالف خاسر في النهاية في الانتخابات كل الوجوه المتصدرة للمشهد ستكون خاسرة سواء كان تحالف الشعب أو تحالف الأمم صحيح أيضا كمال قدم كثير من التنازلات لأميت أوزداف وعده بوزارة الداخلية بوزارة الثقافة والسياحة رئاسة هيئة المعونة التركية الكثير قدمها لأميت برأيك هذا كم سيؤثر الآن على النتائج لصالح كمال طبعا كانوا سميت في الحصول على أصوات القومين والتطرفين لأنه كما ذكرنا ليس لديه أي فرصة أخرى إذا لم يحصل عليها فهو خاسر قبل أن يدخل الجولة الثانية الآن ربما هو يعتقد أن حضوضه أعلى قليلا ليس بما يتعلق بالحسم وإنما فيما يتعلق بالمراهنة على الطرف الآخر ربما يحصل هناك تقاعص من قبل قاعدة الرئيس أردوان وبالتالي يكون هناك فرصة أكبر له للفوز أيضا كان هناك لوم كبير له على هذا التصرف على اعتبار أنه أصلا حجم الكتلة التي يمثلها أميت أوزداف صغيرة جدا وبالتالي الإغداق عليه بهذه المناصب وهذه الوعود لم يكن مقبولا عند شريحة من المعارضة الأمر الثاني حتى طريقة تقسيم الوزرات وأماكن الرسمية والمؤسسات العامة لم تكن مقبولة عند شريحة واسعة مما نعتبر أن هذا ليس تصرف ديمقراطي أصلا أن يتم توزيع مناصب قبل أن يتم حسم النتيجة وبالتالي هناك من يعتقد أن هذا سيرتد بشكل سلبي سنرى إذا لم كان هذا صحيحا أم لا لكن أعتقد أن التناقض الأكبر داخل معسكر المعارضة والداعم لكمال كليشتار أولوه هو بين التيار الكردي الموالي لحزب الشعوب الديمقراطية المتعاطف مع حزب الأممال الكردستاني مصنف إرهابي وبين جماعة أميط أزداق والقوميين المتطرفين سيكون حقيقة مفاجأة أن استطاع كمال كليشتار أولوه أن يحشد من الطرفين يعني أصوات أكبر من الجولة الأولى سأكون متفاجئا فيها أصلا الأكراد منزعجين من هذا الاتفاق طبيعة الحال لكن قرروا هم أن يغضوا الطرف عن هذا الاتفاق وأن يركزوا على أردوغان بمعنى أنهم خاطبوا قاعدتهم بالقول إذا ما أردتم التخلص من أردوغان علينا أن نتصوت لكمال كليشتار أولوه بغض النظر عن أي اتفاق من الممكن لكمال كليشتار أولوه أن يعقده مع أي طرف آخر والأمر الثاني أنه يهمنا أن نحصل على ما وعدنا كمال كليشتار أولو به في الجولة الثانية إذا ما طبعا انتصر فيها إذا ما انتصر أيضا كذلك التصويت الأكراد هو سلاح ذو حدين قد يكون مفيد لكمال وفي نفس الوقت مفيد للمرشح الآخر صحيح يعني هو قد يرتد بشكل سلبي وفي جماعة الحاول إذا خسروا الآن سيكون لديهم المزيد ليخسروه مع تصدر حزب العدالة والتنمية والرئيس الضوان المشهد في الجولة الثانية طيب الآن بعد كل هذه الصراعات وكل هذه يعني الحديث عن تفكك الطاولة السداسية والحديث عن الكثير من المشاكل داخل المعارضة يمكن أن ننتقل إلى ولاية ملاطية ملاطية نعم في هذا التصويت الموجود صنبول لا مناطق الزلزال هذه ولاية ملاطية الصور الآن الموجودة هذه الصور من ملاطية إذن هذه الصور لناخبين الآن لضحايا الزلزال الموجودين في ملاطية يدلون بأصواتهم إذن هناك دعني فقط واجه هذا السؤال لك سيد علي بالنسبة لخارطة الخارطة السياسية في تركيا بعد كل هذا الذي حصل خلال هاتين الجولتين من الانتخابات برأيك في حال فاز كمالك لجار أولو كيف ستكون هذه الخارطة وفي حال فاز أردوغان كيف ستكون الخارطة السياسية في تركيا طبعا السيناريو في حال فوز كمالك لجار أولو سيكون لدينا نظام سياسي برأسين البرلمان ورئاسة الجمهورية صحيح أن رئاسة الجمهورية لديها صلاحية تنفيذية أعلى لكن سيكون هناك مشكلة في نهاية المطاف بين الطرفين وهذا سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد خاصة مع حملة الكراهية التي اعتمد عليها كمالك لجار أولو في الجولة الثانية من الانتخابات أيضا من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على قطاع السياحة على سبيل المثال قطاع السياحة يؤمن لتركيا أكثر من 40 مليار دولار ويعتمد بشكل كبير على سياح الأجانب ولسيما مثلا الروس الذين يأتون بالمرتبة الأولى من ناحية العدد ورأينا تصريحات معادية أيضا لروسيا من قبل كما تشتر أولو في المرحلة الماضية وأيضا حملة الكراهية ضد السوريين التي انتشرت وشملت الأجانب خاصة العرب هذه ستؤثر بشكل سلبي فيما يتعلق بمعسكر المعارضة أيضا سيتعرض للضعضعة والتفكك لأنه من الآن هناك بلوك الذي يمثله أحمد داود أولو وعلي بابجان وتمال الله أولو هؤلاء الآن يبحثون موضوع إقامة كتلة مستقلة داخل البلمان بمعنى أن التصويت لن يكون بناء على سياسات الحزب الجمهوري وإنما بناء على المصالح الخاصة لهذه الكتلة هذه الصور التي الآن على شاشتنا من ملاطق الضحايا الزلزال هذه الصور تسر من؟ أي مرشح سعيد بهذه الصور؟ يعني هو مناطق الزلزال بالستثناء هاتاي صوتت للرئيس أردوغان ولا يتوقع أن يكون هناك اختلاف في المشهد العام لكن المتوقع أن تزيد نسبة الأصوات التي تذهب للرئيس في هذه المناطق كردت في بعض هذه المناطق كردت فعل على الحملة الإعلامية التي انتهاجها كمالكسر والمعسكر التابع نعم لكن أيضا إقبال جميل كما ذكرت أن يكون كل هؤلاء الآن متضررين من الزلزال وهم في همهم كما يقال ليس هناك فكر للانتخابات ولكن مع ذلك هناك أقبال جميل نرى أقبال يعني يعتبر برقب قياسي طبعا هي الهيئة العلية الانتخابات قامت بكل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت في هذه المناطق كلا تحرم الناس من حقهم في ممارسة التصويت وأيضا هذه الناس تعتبر أن الرجل الوحيد الذي باستطاعته أن يفي بوعوده وأن يقوم بإعادة الإعمار بشكل سريع وأن يعيد الأمر لما كان عليه سابقا هو الرئيس أردوغان ولذلك هي تدلي بصوتها للرئيس وهذا أمر لم تفهم الصحافة الغربية بشكل عام وحتى بعض أطراف المعارضة التي صدمت بنتيجة التصويت هم يرهنون على أن الرئيس أردوغان قادر على إعادة الأوضاع على المكان وهو كان قد حتى سلم بعض المنازل وبعض الأماكن قبل الانتخابات وهذا كان مؤشر إيجابي بالنسبة لهم وانعكس بشكل إيجابي على التصويت لكن أيضا البعض يرى بأن هذه فقط للدعاية الانتخابية بما أن الزلزال حصل قبل الانتخابات في فترة قصيرة يعني قد يكون البعض يروج لذلك أنه ذلك فقط حتى تنتهي فترة الانتخابات وحتى يترأس مرة أخرى وبعد ذلك سيهمل هذه المناطق يعني تقليديا الرئيس أردوغان لديه صفة واحدة ثابتة وهي الوفاء بكل وعد التي يقطعها بغض النظر عن قدرته أو عدم قدرته يعني عندما يعيد بشيء فهو في الغالب ينفذه موضوع القدرة أو عدم القدرة يأتي فيما بعد الأمر الثاني حتى لو افترضنا أن هذا كان بمثابة دعاية للانتخابات أن يتم تسليم منازل يعني بعد الزلزال الذي شهدنا زلزال مدمر جدا خلال شهرين هذا أمر يعني يعني يعتبر معجزة يعني في بعض البلدان تحت السنوات حتى تعيد الإعمار لكن دعينا أيضا على الأرض حتى هو قد المعود أنه خلال عام سينهي عيد عمل على الأرض هم بدأوا فعليا بالعمل يعني الناس باستطاعتها أن تشاهد يعني على الأرض أن هناك تحول وتغيير هجري دعينا سما نعود مرة أخرى إلى المدن الوازنة والحاسمة نعود إلى إسطنبول إذن مشاهدين هذا التقرير المعلوماتي عن مدينة إسطنبول المدينة الأكبر اقتصاديا والأهم تاريخيا والمقصد السياحي الأول في تركيا نتابعه ثم نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لهذه المدينة الأهم في تركيا والأكبر أيضا دعونا نسأل سيد علي باكير عن هذه المدينة إذن إسطنبول من يربح إسطنبول يربح تركيا برأيك يعني؟ أعتقد لم يعطى هذا لم يعطى صحيح لم يعطى صحيح أن أصبح قلب نحن هناك شكوك حول هذا الموضوع لكن سننتظر بطبيعة الحال لأن نتائج الجولة الثانية حتى نحكم أم لا لكن من الملاحظ أنه وفقا للنتائج الجولة الأولى كان هناك فارق دائي جدا بين المرشة حين الصالح كما يشترونه حوالي 2% أنا كما سبق وذكرت أنقرة وإسطنبول ستكونان تحت المجهر في الجولة الثانية في محاولة لرئيس أردوغان لاستعادة هذه ما الذي يؤثر على قرار الناخب في مثل هذه المدنة الكبرى إسطنبول أم فارق يعني التوجهات الأيديولوجية موجودة بما أننا هناك عوامل كثيرة قد تؤثر الآن بما أنه لم يعد هناك أيضا انتخابات برلمانية حسيمة في الجولة الأولى الناخب لديه ريحية أكبر في اختيار المرشح بعيدا عن الخطوط الحزبية التي كان صوت عليها في الجولة الأولى لذلك قد نرى تغيرات ومفاجآت في بعض الأماكن هنا في مدينة إسطنبول النسبة قليلة يعني 2% علما أن سنان أولا كان قد حصل على حوالي 4% إذا أكون مخطئ و4% إذا ما ذهب مثلا 2% منها إلى الرئيس أردوغان ربما كافية لإعادة قلب المشهد في إسطنبول لذلك أعتقد أنه بالإضافة إلى أنقرة فالنتائج في إسطنبول ستكون مهمة خاصة أنها تضم خزان الانتخاب البشري في تركيا والإقبال الكثيف فيها قد يغير من المعادلة طيب يعني البعض تحدث وقد يكون حتى أحدهم أردوغان تحدث عن خوفه من تقاعص الناس إلى ذهب إلى انتخابات وتحدثنا عن هذه النقطة لكن في حال فعلا كان هناك تقاعص من أحد الطرفين من تتوقع الطرف الأكثر تقاعصا سيكون هل مؤيدي أردوغان أم مؤيدي كيلشتار؟ إذا ما اعتمدنا على نتائج الجولة الأولى فالتقاعص ربما سيكون أكبر عند معسكر كيلشتار أولى والتحالف الذي يمثلوا لأنهم أصيبوا بصدمة وهناك أحباط نعم وهم يعتقدون أنه لا فائدة لأنه أفضل ما باستطاعاتهم أن يؤدوا في الجولة الأولى وبالتالي من غير الممكن أن يؤدي كيلشتار في الجولة الثانية أفضل من الأولى هذا الاعتقاد موجود وسهد وقد يؤدي إلى انخفاض في نسبة التصويت بالنسبة إلى معسكر رئيس أردوغان أيضا كان هناك تفاؤل ربما زائد عن اللزوم بمعنى أنه كان هناك حاجة إلى 0.5 من الأصوات وهذا ليس رقم كبير وأنه الانتصال سيكون سهل مع فارق مريح 5% وبالتالي ليس هناك حماس لأذهب لكن طبعا خلال الأسبوع الماضي كل الرجلان أكدوا على ضرورة الحشد باتجاه إعادة التصويت في الجولة الثانية بكثافة من قبل الناخبين وأيضا حملة الشرسة والعدائية ربما تعيد تنشيط بعض الناخبين وعلينا أن لا نلسى أن هناك شريحة دخلت في الجولة الثانية للتصويت عددها حوالي 50 ألف ولا شك أن هؤلاء متحمسين لأنها المرة الأولى التي سيدل بها بأصواتهم فبالتأكيد سيذهب إلى صندوق الإقتراع بنسبة كبيرة باعتقادي برأيك عدم الحسن من الجولة الأولى إلى أي مدى كان إيجابيا على تركيا أو العكس هو كان حقيقة إيجابي وسلبي في نفس الوقت إيجابي بمعنى أنه أكد لأنه كان هناك ترويج كبير من قبل الصحافة الغربية خاصة والخبراء الغربيين بأن تركيا ليست دولة ديمقراطية تركيا عليها يحكمها ديكتاتور إلى آخره لكن أن يذهب ديكتاتور بين قوسين إلى جولة ثانية هذا نصف كل الجدل الذي أثيره حتى جعل الصحافة الغربية في حرج بالضبط بالضبط لكن من هذه الناحية هو أمر إيجابي لأنه يعزز صورة تركيا كديمقراطية ويعزز موضوع التنافس وحقيقة لا نعرف من الذي سيربع في نهاية المضاف هذا أمر مهم هل يوجد فرق بين الشرعية الناتجة عن الجولة الأولى والجولة الثانية بمعنى هناك من يتحدث على أن الجولة الثانية مثابة استفتاء على مشروع في مدى الجولة السابقة كانت نتائج انتخابية في النهاية شرعية انتخابية لا أعتقد أن هناك أحد يستطيع أن يشكك بشرعية النتيجة التي ستخرج بها هذه الانتخابات بغض النظر على الطرف الذي يربح أو يخسر لكن المرشح المعارضة كان يريد من الناس أن تصوت ضد أردوغان معناها استراتيجيته هي صوته ضد أردوغان مهما كان الشخص الذي قابله حتى يحاول عزل الصورة السلبية المرتبطة به وبحزبه وبتحالفه وحتى أنه دعا أمس أو أول أمس الناس الذين لا يريدون أن يصوتوا لصالح إلى عدم الذهاب إلى صندوق الاختراع حقيقة كان هناك ردد فعل سلبية واسعة ضد هذا التصريح على اعتبار أنه يقول للناس لا تمارسوا حقكم في التصويت ولا تذهبوا إلى صندوق الاختراع وهذا ليس تصرف ديمقراطي كما هو معروف أما من ناحية السلبية وأنهي بذلك طبعا الجولة الثانية أثارت نزعات غريزية وحملات كراهية وعنصرية وهذا كان أمر سلب جدا بالنسبة إلى صورة تركيا وبالنسبة إلى حتى المواطنين الأتراك والأجانب الذين تضرروا من هذا الموضوع وعلى رأسهم اللاجئين بطبيع لكن أيضا قد هذه النقطة سمع قبل أن نكمن بالإمكان أن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع الحمد سأعود إلى هذه النقطة سأعود لها سيد علي لكن إذن مشاهدين سنذهب الآن إلى محمد نصر الله زميلي وأهم تدولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن الانتخابات التركية صباح الخير محمد صباح الخير سماوة أهلا بكم مشاهدينا منصات التواصل في تركيا منشغلة بالطبع بهذه الجولة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وتحولت كذلك صفحات المدونين إلى دعوات للمشاركة بكثافة في التصويت أو نقل أخبار العملية الانتخابية وقبل فتح صندوق الاقتراع نشر مصطفى شنطوب رئيس البرلمان التركي تغريدة جاء فيها تتوجه أمتنا إلى صندوق الاقتراع مرة أخرى لاستخدام حقها في التصويت وهو من أعظم إنجازات جمهوريتنا وانتخاب رئيس الجمهورية لقد أتمت بلادنا بنطج وهدوء ديمقراطيين كبيرين انتخابات الرابع عشر من مايو والتي كان العالم كله يراقبها مرة أخرى أظهر شعبنا للعالم إرادته وقوة الديمقراطية وأضاف أؤمن بأن العملية الانتخابية التي تحولت إلى عيد ديمقراطي من خلال المشاركة والتصويت بمعدل قياسي ستكتمل بسلام مع البصيرة والحس السليم لأمتنا العزيزة في الجولة الثانية من الانتخابات رجب تشليك غرد آملوا أن تكون انتخابات ديمقراطية بدون ضرر لبلدنا أو أمتنا لنذهب إلى صندوق الاقتراع وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نقل مشاهداتهم من اللجان الانتخابية فكتبت الصحفية دويغو ديميرداغ افتتحنا التصويت في الصندوق مرة أخرى هذه المرة هناك متطوعون أكثر داخل الفصل تقصد اللجنة الانتخابية مصير الانتخابات لن يتحدد من قبل أولئك الذين يشاهدون عبر التلفاز ولكن من قبل أولئك الذين ينتظرون أمام صندوق الاقتراع نحن مدينون لهم جميعا بخالص الشكر أما إليف جوتشلو فغردت جئت لأدليا بصوتي بمجرد فتح باب التصويت للحاق بالعمل المكان بالفعل مزدحم للغاية الأمر رائع جدا خالفها في الرأي أوروش كايا والذي قال ذهبت للتصويت المكان ليس مزدحما مثل الرابع عشر من مايو أما صاحب هذا الحساب فكتب يوم تاريخي لبلادنا مهما كان قرارنا فلنذهب إلى صندوق الاقتراع ونصوت صوت واحد يغير الكثير دعو الشعب يقرر على المنصات العربية كذلك يستمر تفاعل المدونين مع هذه الانتخابات التركية حيث غرد الصحفي سمير العرقي اليوم ينتهي ماراثون الانتخابات الذي ملأ الدنيا وشغل الناس على مدار أشهر طويلة تحضيرا وتجهيزا ساعات قليلة ستحدد مصير دولة مهمة بحجم تركيا ومعها ملفات استراتيجية مؤثرة في مناطق ملتهبة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شرق المتوسط والقوقاز البحر الأسود والبلقان أيا كانت النتيجة فإن مساء اليوم سيحمل معه معالم تركيا الجديدة ودونا أمجد قاسم المثال التركي في تطبيق انتخابات حرة تعتمد على أن كل مرشح يقاتل بشراسة للوصول إلى سدة الحكم أمر لم نعتده ولم نمارسه في سوريا بل سمعنا عنه من أهلنا حيث تم في فترة الخمسينيات فقط فيما غردت السياسية نيسا البتكين كليجدار أوغلو في حال فوزه سيعلن النصر على طريقة الغازي مصطفى كمال أتاتورك عندما أسست جمهورية التركية الحديثة واردوغان ينوي إقامة احتفال مزدوج منه للاحتفال أو احتفال بفتح القسطنطينية ومن آية صوفية ومنه احتفال بالانتصار وكأن التاريخ يعود بنا إلى الوراء وكتب عادل النهاردة يوم جديد وبداية جديدة من تاريخ الديمقراطية اللي نفسنا تكون في عالمنا العربي تخيلوا معايا أني في إعادة للانتخابات التركية وأن النهاردة يوم الإعادة وممكن يخسر عادي جدا ما شفناش سجن كمال أوغلو أو سجن حد من قريبو عقبلنا يا رب وغرد الكاتب زكريا المحرم تخففوا من الحماس لأردوغان أو أوغلو فتركيا دولة مؤسسات ودستور وليست دولة الحاكمة بأمر الله والسياسة التركية ثابتة ولن تتغير بفوز هذا الفريق أو ذاك هذا كان كل ما لدينا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الانتخابات الرئاسية التركية هذه التغطية المتواصلة ونترككم مع هذه الصور من لجان الاقتراع في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة